نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مبارح اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانوان مكران وده في إطار التشاور المستمر من الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة واستعرض سيادة الرئيس رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الناش خلال الاتصال تفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسويه عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كمان مبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيبستيان لو كورنون وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي وجاء اللقاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس السيسي على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية في ضوء المساعد الدولية للتهدئة في المنطقة كمان اللقاء تطرق للدور المحوري لمصر على المصارين السياسي والإنساني لحق ندماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل لوقف الإطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهل غزة استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع السيد الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية وذلك في ضوء المساعد الدولية لتهديئة الأوضاع في المنطقة واهتمام الجانب الفرنسي بالتنصيق مع مصر في هذا الصدد اتصالا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر على المصارين السياسي والإنساني لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة كمان مبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أرسلا فوندرلاين رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي وركز اللقاء على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أكد سيادة الرئيس على موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وشدد سيادته على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لا سيما إلى المراضي المصرية أو إلى سيناء استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أرسلا فوندرلاين رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤول المفاوضية الأوروبية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث أكل السيد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الأغافية لأهل القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قرارين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن ومستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبها عرضت رئيسة المفاوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد كما شدد السيد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء وهو ما اتفقت معه رئيسة المفاوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات إن بارح تم إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القافلة تتضمن ما يقرأ من 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغدائية أهلا وسهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نرحب بكم من هذا الحدث الكبير وإطلاق القافلة المساعدات الكبيرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى إشارة البدء في انطلاق هذه القوافل لتتوجه إلى معبر رفح لدخولها لقطاع غزة لتقديم كل المساعدات الإنسانية المختلفة لأهالي قطاع غزة هناك هذه القافلة هي القافلة الأكبر التي تنطلق ضمن عدد كبير من القوافل هذه القافلة تحتوي على 197 شاحنة نتحدث عن سيارتين إصعاف أيضا فبالتالي يصبح إجمالي المساعدات 199 شاحنة بها أكثر من 2500 طن من المساعدات المختلفة نتحدث عن مواد جذائية نتحدث عن مواد طبية نتحدث أيضا عن مياه الشرب ونتحدث عن الأسرة والأجهزة الطبية المختلفة والمسلزمات الطبية وأيضا الأدوية المختلفة التي أهالي غزة هم بحاجة إليها ونتحدث أيضا عن 73 ألف بطنية و11 و500 مرتبة وأيضا نتحدث عن عدد من الكراسي المتحركة رئيس مجلس الوزراء كان له بعض الرسائل الهام أن هذا هو الرد الفعل الطبيعي والتلقاء من مصر وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الثابت للإخوة الفلسطينيين وأيضا أن هذه المساعدات ستستمر على مدار اليوم وعلى مدار الساعة ولم تكون هذه القافلة الأخيرة بل سيكون هناك عدد من القوافل الأخرى خلال الأيام القادمة وأكد على أن أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي غزة هي من مصر فبالتالي يتحدث عن دور كبير لهذه القوافل وأيضا ستستمر هذه القوافل خلال الفترة القادمة وأكد على دعم القيادة السياسية وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم كل أوجه الدعم المختلفة للأشقاء في غزة ستنطلق هذه القوافل لقطاع غزة إلى معبر رفح لتنضم إلى المساعدات والشاحنات هناك يعني يتم إدخالها للقطاع وتقديم كل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ونتحدث عن عدد كبير من المتطوعين وأيضا المؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه القافلة ووجه بالطبع السيد رئيس مجلس الوزراء الشكر لهم فبالتأكيد جهود إنسانية كبيرة تقدمها مصر للأشقاء في قطاع غزة وستستمر هذه الجهود خلال الفترة القادمة كل شكر الزميل محمود جميل